إذن الآن خلينا نبدي نتعرف على مفهوم الحقن هنا في isp.net والاستفادة من services collection لهذا الغرض طبعا إحنا مثل ما قلنا إنه الكلاس اللي إحنا رح نبدي نتعامل معه هو الكلاس idata helper فقط ونحتاج إلى حقنا في user entity طبعا على هذا الأساس لو تجي هنا على المشروع مالتنا هذا وتقوم بعمل ctr مشيد فيه ونباشر في عملية الحقن الـ local هذا الحقن المحلي هنا سيكون عندك إجراء الحقن وإضافة الـ dependencies رح تكون في الـ user هنا في ملف الـ user مثل مثل هذا الـ class الخاص في الـ startup iPhone class الخاص في الـ startup هنا رح نبدأ نضيف نضيف الحقن أو نضيف الـ dependency وهنا رح نجري الحقن بشكل مباشر عن طريق مشيد الفعل فكل عليا طبعا الآن أقوم بإنشاء كائن من idata helper بهذا الشكل وثم على ذلك نقوم بتجلب مجال الأسماء هذا في الأساس أنه احنا عدنا ونقضى بهذا الشكل ثم على ذلك نقوم بتجلب مجال الأسماء نوفرد أنه يجيب لنا مجال الأسماء الخاص فينا عموما نقوم بتجلب مجال الأسماء هنا بشكل مباشر رح نقل لنا using isp-demo.ish.data بشكل مباشر الآن طبعا رح يبدأ يتعرف عليه الآن في عملية الحقن أحتاج أنه أقوم بإرسال الـ user إذن أقوم بإرسال يعني أعمله set بالنسبة للـ user وبالتالي فأنت رح تبدأ أيضا تقوم بجلب مجال الأسماء اللي هو الخاص في using a system.core مثل ما قلنا إحنا رح نبدأ نستخدم كلهما الـ core والـ data إذن هنا رح أقوم بتعريف الـ data helper هذا وباشر في عملية حقنا يعني أخلي علي مؤشر الماوس بهذا الشكل أوكي الآن مفروض أنه يبدأ يتعرف عليه بالجزء الرئيسي أوكي يعني user هو في حالة production level لو تروحنا على الـ data helper لماذا لم يتعرف عليه لأنه لم يكن public المفروض أنه أخلي public حتى يبدي يتعرف عليه يعني هو في حالة حماية الآن الآن تعرف علي الآن أبشر في عملية الحقن فمجرد أنه أبدأ أختار الاختيار هذا اللي يؤشر على create and assign field for i data helper رح يبدأ ينشئه ويعمل له حقن ويبدأ ينشئ على أساس read on عملية الحقن رح تكون داخل مشهيد الفعل طيب هذا الـ data helper حتى أبدأني أستخدمه فيه على مستوى المشروع عندما يكون a user فلازم أحقنه في الـ entity في الـ user entity فلاحظ هنا الفائدة من عملية الحقن لأن الآن هو by default لا يحقن لماذا؟ لأنه فارغ فالآن لو تبدي تستخدم الـ id data helper يعني مثلا هنا data helper شنو اللي عندك data helper .get data هذه الوظيفة هذه الوظيفة هي فارغة باحتبار أنه إحنا لم نقم في عملية الحقن لذلك أنت تحتاج لعملية الحقن وعملية الحقن المفروض تكون على مستوى المشروع المفروضة أنا في أي جزية من المشروع أستخدم مشهيد الفئة لعملية الحقن فتتم عندي بشكل مباشر لذلك قلت لك أنه هنا استفادة من ملف الـ start up جدا مهمة أدب هنا على الـ start up ثم مع ذلك على الوظيفة اللي هي configuration أو configuration services أوكي أقوم بعملية الحقن وإضافة الـ class المعنى إذا أنا أبدأ أقل services أوكي هنا بشكل مباشر . add singleton ثم بعد ذلك أقوم في عملية الإضافة هذه طيب كيف راح أبدأ أضيفها يمكن أنه أقله بشكل مباشر عندي idata hilper طبعا hilper idata hilper أوكي أقوم بتجلب مجال الأسماء usingisb.net.demo ثم بعد ذلك أبدأ أحدد له لأن الـ idata لازم يكون في صيغة معينة الـ user عندما يكون عندي user أوكي أبدأ أعمل لي new from user entity أوكي طبعا هذا اللي أنت تحتاجه مبدئيا في عملية الحقن لأن هذه الصيغة مبدئيا راح تبدأ تساعدك في عملية الحقن على مستوى المشروع وطبعا هنا أنا ما نحتاج أنه إحنا أصلا نعمل new أصلا راح يبدي يتعرف عليها بالشكل التلقائي ويعمل هو instance إضافة لذلك نحتاج أنه هو نقوم بإضافة الأقواص الخاصة في الوظيفة ونبدل بدل هذه الأقواص تكون عندنا بهذا الشكل أوكي حتى حتى يبدي يتعرف عليها في الـ add singleton راح تبدي تستقبل لك هنا داخل هذه الـ break راح تبدي يستقبل لك type of services أوكي ثم بعد ذلك الجزء اللي أنت تريد تبدي تعمله assign فكأنما نقول idata helper يساوي لي new from user entity فكلمة new نحذفها الأقواص راح تبدي تحذف لأنه راح يبدي تعامل معها بشكل مباشر كخدمة ويقوم في عملية حقنها بشكل مباشر إليك إذن هنا أستطيع أنه أبدي أستخدم idata helper في الوظائف الخاصة فيها